تلاتة سوق العمل في زمن الزكاء الاصطناعي ماذا سيحدث؟ سوق العمل هو أهم شيء في العالم لأنه العمل هو اللي فيه عائد راتب أو دخل والعائد ده اللي بيدير الحياة وبالتالي لو ما فيش عمل ما فيش دخل ما فيش حياة فالبشرية كلها متمحورة حوالين فكرة العمل أو الحصول على وظيفة وأن بدون العمل لا يمكن تحقيق أي شيء على أي صعيد فالعمل جوهر الاقتصاد جوهر المجتمع جوهر الحياة إنما العمل دلوقتي بقى فيه صعوبات كتيرة والبطالة بقت منتشرة في معظم دول العالم إلا ما يكن كلها نتيجة إنه عشان توفر فرص عمل محتاج تعمل استثمارات كبيرة إنما الخطر الأكبر دلوقتي هو الزكايا الاصطناعي لأنه بعد المؤسسات المالية الكبرى بتقول إنه الزكايا الاصطناعي هيؤدي إلى خسارة 300 مليون وظيفة وده رقم كبير جدا إنما البعض بيقول هل يترى فعلا زكايا الاصطناعي هيضمر الوظائف ولا لا في السعودية مدينة الرياض انعقد مؤتمر اسمه المؤتمر الدولي الأول لسوق العمل حضروا عدد من المسؤولين من دول كتيرة جدا شاركت مصر في هذا المؤتمر واتكلم وزير العمل المصري في هذا المؤتمر وقال إنه الرئيس السيسي وجه الوزارة بأنهم يشتغلوا على تنفيذ حقيقي للاستراتيجية المصرية أو الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وقال بنشتغل على تجهيز العمل المصرية إنها تكون على مستوى كفاءة عالي إقليميا ودوليا إنما التحديات بتزيد لأنه دواتي فيه مصطلح المهارات الجديدة لأن فيه وظائف جيدة قادمة أو مهارات المستقبل لأن الزكاية الاصطناعي هيضمر وظائف كتيرة فيه خطر على الهندسة المعمارية مثلا على هندسة الديكور على سبيل المثال على الإدارة على الإعلام فيه وظائف كتيرة جدا هيكون لها مخاطر بعض الوظائف والمهن ستزول وتختفي تماما وترى الزكاية الاصطناعي كما نقش في هذا المؤتمر بيهدد الوظائف إنما البعض قال في المؤتمر لا الصورة مش سودوية إلى هذا الحد لأنه ممكن فرص العمل زي ما قال أحمد الركحي وزير التنمية وموارد البشرية في السعودية قال الوزير السعودي إنه هذه التحديات بالمقابل فيه فرص إنه إذا كان الاصطناعي ممكن يوفر ملايين من فرص العمل هيساعد في مجال الطب هنوجه الناس ونشتغل على كده وده كلام وزير العمل المصري أيضا إنهما يستعدوا لوظائف جديدة في المستقبل بحيث الوظائف اللي ما فيش عليها طلب الطلاب ما يروحوش في هذا الاتجاه والعائلات توجه ولادهم إن ما يكملوش في هذا الاتجاه إنما لازم يبصوا الأول إيه هي وظائف المستقبل علشان يكون التعليم والخبرة في خدمة وظيفة المستقبل في هيكل لسوق العمل بيتغير تماما على أثر الزكاة الاصطناعي ولازم نكون جزء من هذا التطور لمواجهة هذا التحدي ولا شك إن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في مصر تضع ده في الاعتبار ويجب إن أي تحديث في المستقبل يضع ذلك في الاعتبار بقوة لأن الزكاة الاصطناعي على قد الفرص الكبيرة اللي بيديها للعلم والرياضيات والتصويق وغيره إلا إن تحدي كبير جدا لموضوع العمل والتشغيل وبالتالي الحياة الإنسانية ككل سوق العمل في زمن الزكاة الاصطناعي هناك تحديات كبيرة تنتظر العالم شكرا لحضراتكم وإلى حلقة جديدة من برنامج الطبع الأولى